موسيقى كما كنا جاءت قبل الممرضة الرئيسية لذلك نحن نزوججة بنظام في الإصفاء من المرأة المغربية لكن في المواد لا يمكنك أن تتعمل وتتعمل تحديد مفاوضة في المسكينة و ربما بحالة مقادرة كنت تاحية النتيجة و تبعث التأثير من الحمل و تحديد حسكين و تحديد حسكين لتحديد حسكين و تحديد حسكين يومياً كانت تقدير ثلاثة سوايع وهي فوق من هادلوشاز كدير الحصات ديالا تكملت تسع شور ديالا والحمد لله جاء الباب الحمد لله في صورة كاملة عنده حتى مشكل حتى من الأمتهية الحمد لله ومع ذلك وولدت ولادة طبيعية يعني بنسبة الناس أنا فقر الدم عنده مشكل ديال فقر الدم باش أنه ما نوصلوش لدك الحد ديال أنه ملاولدت ولادة قيصرية غادي يعني الدم ديالها غادي يخرج بزاف طروا أنهم باش يحافظوا على دك لوصان اللي عندها ودك الدم الولدوها ولادة طبيعية الحمد لله جاء بالله التي سير واحنا الحمد لله كما كتشوفوها يا ليلة بخير وعلى خير والولد ديالتها وبخير وعلى خير وهذا هو المضنون لأنني كيفاش كنت المراقبة ديال الوضعية الصحية ديالاق في الحمد طبيعي وتلو حمد تكون صعيب تلو حمد لله ويا دلع تالينا شوية في الوحم ولكن الحمد لله أغيب نسبة الكوتي ميديكال كيكون تناسق ما بين الطبيب ديال الجينيكو والنفخو وحناية الممرضات يعني باش أننا كيكون دك شي متسلسل حس ما خصاش يكون تشي أدنى خطأ باش أنا الحمد لله نوصلو له هاد النتيجة كنا كنا نخدو المعلومات من عند الأطيبة وحنا ذاك البروتوكول كنا نخدمو به هنايا والحمد لله كيف ما كتشوف النتيجة المرحلة الولادة طبيعية كيفاش يعني كيفاش دازت وصلتو أن نتعرف كل شي ولاتي ولادة قيصارية الولادة ديالها كانت شوية صعيبة لأن بخيسك شي تخواجو ويمسكينا مشات تقريبا قبل كتكون قبل دلس واحد ربعيام ولا خمسيام في دار الأمومة قلسات واحد شوية اتشف وشنو كاين وهذاك الوقيت اللي كانت كتولد فيها حنا كنا معها متابعين معها في التليفون وكنا كانت تعانات شوية لوجاع مسكينة كتعيط كتقول لي عافك عدعيهم معي يا رأي أنا قرب تسمحوا لي يا وادي والحمد لله بدك تلاتيام كانت شوية ديال العياء ولكن الحمد لله وصل الله واشنو كالخوف عندكم بسبب الليلة البيب لأن فيش كناك في آخر اللحظة يعني قرب تولد في الفين دموات ديالة يعني التاسع ديالة قالوا لينا بإنهم الجيني كولي كان معا ما بغاش يولدها قال لك هزئي الدو تل آخر لحظة وهزئي الدو ما الحمد لله مربي ما خيبناش ومحمد السادس شدوها وبقاو معاها بشوية بشوية حتى ولدت هل نجا سوش نقدر نقول بأنها مواجه هزادي هو بالنسبة لبنت فادلاج نعم بالنسبة لبنت في 23 عام رأى من عمد الله لأنه باش تحمل المعاناة ديال القصور الكلاوي والمعاناة ديال أنها حامل وصغيرة رك عارف رح ناس كبار عيالتي يعني قدات وتي يعني ومن وقيت ديال الحمل ولوحام وقتكي بغيو يولدو أبخي لولادة محساك بنت صغيرة يلا فنعش ديالة بخي صغيرة يعني يلا بغى تعيش وبغى دي عندها معاناة ديال القصور الكلاوي وجات عاوتيني باش تولد يعني ركيل شوية ديال ولكن بفضل اللي كتكون عنده الإرادة أي مرض لعندك الإرادة وبغي توصل لواحد الهدف توصل لي بغيت توصفيني الفرحات يلكم من ليلة ويلدات وخرج الساعة بدر رحمانيك اياه هذيك خلاص قدرنا معا في التليفون سولت الصبح سولت علا كتليها فين وصلتي ودي قلت لي راه ولدت في العشية قلت لي كي قطعتي معا يا جاب الله تيسير وولدات قلت ليها والحمد لله يكبعد الأمور بخير قلت لي كل شي مزيان ما نقوش لك كنا فرحنا لأننا كنا كنا نتسننو ديال غزولتا ديال الأخر ديال ديال الخدمة كاملة تسع شور كنا نتسننو غي دك نهير اللي نشوف لعوينة ديال دك البابي والحمد لله شفنا وفرحنا كاملين ومشينا عند تلعي المكان فين ولدات وشفنا البيبي في النهار اللي يعني الغدلي فاش تولد شفنا ووصولنا علي المادسا وكننا كل شي قلنا الحمد لله بخير وعلا خير فرحة ديكم كمشتي البيبي مشترك مجود باش توقفهم على ليلة انا وكنش بدل الموضوع وقلبي كي ضرب بكترج اني ما كان رجع ان كيفاش ولدات وكيفاش جوشفنا راه فرحة كبيرة راه بالنسبة لي نحنا يا إنجاز وهذه المشي الأولى على مؤسسة آمال مشي أول مرة غي هو كتحس بوحد الفرحة كبيرة يعني بالنسبة لمرك اول مرة ولكن في كازا كان الحمد لله في الدربة كانوا عندنا جوش ديال اللي فهم والحمد لله داش كل شي بخير وعلا خير ربما انكم الآن دقاء المغربة كلهم مفرحانين بينتوب انه الحمد لله انه كالي خير بزاف في البلد وتسع شهر كسر ومالي جانسة بزاف مرقت فيهم كل شي والك الحمد لله ما كاش كنخلي الحساس الزاولي ما نجيش لهم كالحساس الزاولي خاسني ضروري يوميا ومني كنحاول أنا نبطل الشي نهار كنت تفكر والدي بالله خاسني ضروري على قبل والدي إنه ندير يعني كيف دير الظروف ديرك الاجتماعية اسمعت بأنه زوج ديك علاقة الحال يعني اخدتها بشي خدمة شوية كا وتل أخذ يك مرد أنا الأخذ يا لي مريد مني كانت عدو تسع سنين أصلا مني جاج مكرش ممي وهو عمريد هو مني وصلت عنده تسع سنين دالي لا تجاليس دابع عنده سبعة واشتين سانة لم تخل لولوية قلس وأنا يا عاد كتشفت يعني عطحت دابعش عامين ومرض وصفي يفاش الجوش يفاش درست دياليس بالنسبة الراجلي أخدام ولكن لقد الحال أمين أمين الله خليك صحيح تك الحمد لله كي يجي من دخول ديالو وذاك شي ولكن لقد الحال خاصة دابعا معاد التربييلي عطاني لله سبحانه وتعالى أحمدت الله وشكرته الحمد لله أعطاني الله التربيياتي ولكن أنا ما تردعش معالد ياليس ما تنقدش قال لي منو عليك أنك تردعي ياك وطلقى مشكل في الحليب وليكوش نعم يعني دوك منكش تردعي لا منكش يردع تنجي لغي الحليب ديالا فغماسي الحمد لله من جهة التربية هذه شوية الوقت بدأت تزير شوية الحمد لله ولكن باخير نعم فينه أستاذها بدراك خليتوا في الدار حيث مرادية شوية نعم ضيشة فيه إن شاء الله وخليه لك وطولة في عمر يعني اليوم تشوفوا اختناجات الليلة يعني كان الظروف جديماعية شوية قاسية نقدروا نقولوا بأنه صعيبة عليها في هذه المرحلة خصوصاً أنه من كلاش تردعي أشي اللي سمعت وطنعفوا الحليب تكريف ديال الحليب ليكوش وبعد شي ديالغلاء الأسعار يعني شنين الرسالة دي والرسالة ديالي أنك إنسان المغربية كنتمنى من عند الله أنهم يعاونوها لأنه كيف ما قلت عندها مشكل ديالغلاء عندها الرضاعة طبيعية ما تقدرش تديرها هل حسب دياليز والأدوية اللي كتاخد كيكونوا شوية مجهدين يعني ما يمكنش أنها تعطيهم البابي ديالغلاء يعني غاديضطر أنها تستعمل الحليب ديالغلاء فارماسي والحمد لله هاد الساعة كان الناس بدأوا الناس كيتعاونوا معها وكانتمنى وركعارفين الرضاعة يعني واحد عامين ولا شوش حال غادي تطلب يعني وخاء الإنسان يعطي ليه معتغداء يعني ضروري يد خراوي يد ويد ويد باش إن شاء الله تيسر الأمور وبالنسبة اللي كوش رهبينين يعني على حساب البابي وإحنا مكرهناش يعني هاد البنية تفرح يعني يعاونوها الناس وتيسر لها الأمور وتعاونوا مع رجلها ويكون الخير إن شاء الله يا رب بيرها الخير في المغاربة كامل لأنه عدنا ذاك الحب ديال الوطن يا بيناتنا وكوش إن شاء الله غادي يشوفها وغي يشوف العمر دياله وغي يشوف المعاناة دياله ضروري غادي تكون واحد اللي يد رحيمة عليها اللي غادي يستر معا إن شاء الله حتى ذاك الوليد يشد عقده إن شاء الله يا ربي شكرا لك لنجاة الحب ديال الوطنية اكتسبنا منكم اليوم هنا في مؤسسة أمل وهذه الناس هذوي يعني هذا الأطر اللي كانوا في مؤسسة أمل اليوم الفرحة كبيرة بطبيعة الحال هنا في مؤسسة أمل كما تشوفوا بعد ما تمكنت ليلى أنها تولد يعني تولادة عادية مشيتة قيصرية رغم الظروف الاجتماعية أنا وتفاهماتي الزوج دياله الحمد لله كانت الفرحة كبيرة بالنسبة لهم اليوم فأحنا نتمنى إن شاء الله الله يكمل اليوم بخير وتنشكروا هذين الناس هذو في مؤسسة أمل اليوم اللي داروا هذ المجهود هذة باش نشوفوا هذة النتيجة النتيجة والمعجزة نخضرون نقولوا بأنه ليلى اليوم وولدته ولييد اسمته عبد الرحمن الله يخلي إله وطوره في عمره إن شاء الله شكرا لكم لأننا جات شكرا لكم بإسم قناة شوف تيفي نشكركم جميعا أنا في مؤسسة أمل يعني بإطار بإطار وكذلك نتمنى إن شاء الله الخير لك ليلى ولوليد إن شاء الله وكذلك نشكركم شكرا على حسن إن شاء الله وكذلك نشكركم شكرا على حسن المتابع نتمنى أننا نلقاوكم في مباشر ان شاء الله اخر علاقة نشوفكم